اهلا بكم مشاهدين الى حلقة جديدة من كشك الصحافة ميليشيا الحوثي تعتقل العشرة في محافظة إبلي منع الاحتفال بثورة السادس والعشرين من سبتمبر اهلا بكم البداية من الاحداث المتصعدة في الضفة الغربية حيث قتل خمسة فلسطينيين في قصف جوي اسرائيلي استهدفهم في مدينة طوباس وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر أحمد جبريل إن الغارات وقعت قرب مسجد التوحيد في المدينة قالت صحيفة العربي الجديد إن قوات الاحتلال أجبرت مئات الفلسطينيين على الخروج من منازلهم من مخيم طول كرم شمالية الضفة الغربية بهدف تحويلها لنقاط وثكونات عسكرية رئيس اللجنة الشعبية في مخيم طول كرم فيصل سلامة أوضح للصحيفة أن سلوك الاحتلال يوحي بمحاولة تفريغ المخيم وتحويله لمكان غير صالح للسكن حيث يقوم الجنود بتخريب محتويات المنازل بالتكسير وأحيانا بالحرق أكد سلامة أن قوة الاحتلال بدأت عمليات طرد مئات السكن من المخيم وقد نشرت وكالة الأنضول فيديو لاقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة طول كرم في الضفة الغربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قتل جنديان إسرائيليان وأصيب سبعة آخرون إثر سقوط مروحية عسكرية في جنوب غزة بحسب ما أعلن جيش الاحتلال وقال الجيش الإسرائيلي خلال الليلة الماضية تحطمت مروحية تابعة لسلاح الجو كانت تؤدي مهمة نقل جندي أصيب بجروح لتلقي العلاج الطبي في المستشفى أشار الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب إلى أن المروحية تحطمت في منطقة رفح خلال هبوطها وأضاف بعد التحقيق الأولية تبين أن التحطم لم ينتج عن نيران معادية لا يزال التحقيق في سبب التحطم جاريا يعرف مصطلح الترند في مواقع التواصل الاجتماعي بأنه قضية محددة متدولها والكتابة حولها بشكل واسع وقد كتب فيصل الدودح مقالا في صحيفة النداء بعنوان الترندات اليمنية دعونا نتابع رأي الكاتب في هذا الموضوع تفتقر معظم الترندات في اليمن إلى عمق المضمون والقيمة الحقيقية وغالبا ما تعتمد على معلومات مغلوطة أو إشاعات أو مجرد فضائح تثير الجدل هذا النوع من المحتوى يجتب الانتباه بسرعة ويؤدي إلى تداوله على نطاق واسع بغض النظار عن مصدقيته ما أسباب سطحية الترندات في اليمن في ظل الأزمات المستمرة مثل الحرب والفقر وعدم الاستقرار قد يميل الناس إلى الابتعاد عن القضايا الجادة والتركيز على موضوعات سطحية كوسيلة للهروب من الواقع يظهر ذلك في الاتجاهات التي تبرز على وسائل التواصل الاجتماعي والتي غالبا ما تكون بعيدة عن الأولويات الوطنية أو التحديات الحقيقية تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في تشكيل الترندات إذ يمكن لبعض المؤثرين أو الحسابات ذات الأعداد الكبيرة من المتابعين أن تدفع بموضوعات غير مهمة إلى الواجهة ويسعى بعض الأفراد أو المؤسسات إلى الاستفادة من الترندات لسعي وراء الشهرة أو تحقيق أهداف شخصية من خلال اختلاق القصص أو تضخيم الأحداث مما يجعلها جزءا من لعبة رقمية لجذب أكبر عدد من المتابعين والحصول على عدد كبير من الإعجابات والتعليقات تؤثر الأزمات السياسية والاقتصادية المستمرة في اليمن بشكل كبير على طبيعة المحتوى المتداول قد يجد الناس صعوبة في مناقشة القضايا الجد بعمق مما يدفعهم للتركيز على مواضيع خفيفة أو جدلية كوسيلة للتسلية أو التخفيف من الضغوط اليومية قد يستخدم البعض التريندات كأداة للتلاعب بالرأي العام مما يؤثر تساؤلات حول دور التريندات في تزيف الوعي وتوجيه الانتباه عن القضايا الأكثر أهمية في أول وآخر مناظرة تلفزيونية بين كاميلا هارس وترامب قبل الانتخابات الأمريكية كانت عيون الملايين متجهة نحو شاشة MBC الأمريكية وقال موقع الجزيرة إنه من خلال رصد ردود الأفعال كما ظهرت في تحليلات كبريات شبكات الأخبار الأمريكية من الواضح أن هارس تفوقت على ترامب من حيث الهدوء وعرض سياساتها بصورة واضحة إلا أن البعض اعتبر أن ترامب لم يهزم وقال خبير جمهوري آخر لقد سحقت ترامب في ساحة المناظرة ونجحت في استفزازه قالت مجلة نيوزويك إن العديد من النقاط التي تناولها ترامب في المناظرة الرئاسية المثيرة للجدل مع كاميلا هارس اضطرد عليها وتم تصويبها وبعد التحقيق في مدى صحة ادعاءات ترامب تبين أن ستا منها من أصل ثمان تم الاعتراض عليها كانت كاذبة وواحدة كاذبة في الغالب وواحدة صحيحة لكنها تحتاج إلى سياق في المقابل تم التحقق من إحدى عشرة قضية ذكرتها هارس واتضح أن اثنين منها كانت كاذبة وأن اثنتين صحيحتان وواحدة صحيحة جزئيا وأربع تحتاج إلى سياق وواحدة صحيحة لكنها تحتاج إلى السياق قال متحدث باسم السفارة الأمريكية في العراق إن منشأة دبلوماسية أمريكية في بغداد تعرضت لهجوم في وقت متأخر يوم الثلاثاء دون أن ترد أنباء عن إصابات قالت مصادر أمنية لرايترز إن صاروخين سقط على مقربة من قوات أمريكية متمركزة في معسكر النصر قرب مطار بغداد جاء في بيان السفارة الأمريكية أن الهجوم وقع على مجمع الخدمات الدبلوماسية في بغداد وهو منشأة دبلوماسية أمريكية البيان أضاف أنه لا توجد تقارير عن ضحايا ونقيم الأضرار وبسببها تقييمنا مستمرة بعنوان من أوباما إلى كاميلا كتب رفق خوري مقالا حول كيف أصبح المهاجرون حكاما في الولايات المتحدة دعونا نتابع المقال الذي جاء في موقع اندبندنت عربية قوة الديموغرافيا وضعفها هي المصير بحسب علماء الاجتماع وحتى رجال السياسة الذين صاروا يعطون للعمل الديموغرافي وزنا كبيرا في معاركهم وما كان وزير الخارجية الأمريكي الراحل جور شولتس يبالغ في التجديد على درسين للدبلوماسيين أولهما معرفة أمريكا قبل معرفة البلد الذي يمثلون أمريكا فيه وثانيهما التركيز على الديموغرافيا لفهم العالم والقوى التي تشكل المستقبل تكفي الأسماء وحدها كرمز للتغيير الديموغرافي في أمريكا من أوباما ابن والد كيني إلى كاميلا ابنة مهاجرة هندية وحتى في بريطانيا فإن مهاجرا هنديا تولى رئاسة حكومتها ومهاجرا ماكستانيا لتولى رئاسة بلدية لندن وفي كتاب من نحن اعتبر سمويل هونغتون أن التحدي الوحيد الداهم والأخطر لهوية أمريكا التقليدية يأتي من الهجرة المستمرة من أمريكا اللاتينية وخصوصا من المكسيك ومع تكاثر أعدادهم يشعر المكسيكيون الأمريكيون أنهم مرتاحون إلى ثقافتهم الخاصة ويزدارون الثقافة الأمريكية لكن الدنيا تغيرت فالهجرة قوة لضعف وأمريكا أصلا أمة مهاجرين ويروي أوباما في مذكراته أرض موغودة أنه في زمن انقسام يصبح سرد القصص والأدب أكثر أهمية من ذي قبل ونحن في حاجة إلى أن يوضح أحدنا للآخر من نحن وإلى أين نذهب ونحن جئنا من كل مكان حاملين كل عناصر التعدد وهذا كان دائما وعد أمريكا وأيضا ما يجعل أمريكا أحيانا مشاكسة مثيرة للنزاع لكن الواقع عنيد فالتركيز على تفوق العرق الأبيض لعبة خاسرة في واقع ديموغرافي متغير والعودة لصورة أمريكا القديمة مهمة مستحيلة ولو ربح ترامب الانتخابات الرئاسية فلأن الربح استثنائي ومؤقت وحين تكون أمريكا قوة عظمى لا بل القوة العظمى الوحيدة في العالم حتى اليوم فإن المعنى الوحيد لشعار حركة ماجا نجعل أمريكا عظيمة ثانية هو الرهان على وهم العودة إلى الوراء كان يوم أمس مفزعا بنسبة لطالبات مدرسة عائشة في منطقة الجند بتاعز والواقع ضمن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وقد توفيت طالبتان وأصيبت سبع أخريات في الحادثة نتيجة التدافع الذي سببه الخوف من الانفجارات وكانت وسائل إعلام حوثية قد قالت أن الطائرات الأمريكية البريطانية شنت غارة على معسكر قرب المدرسة لكن موقع يمن فيوتشر قال نقلا عن مصادر محلية وسكان إن الانفجار وقع داخل معسكر لجماعة الحوثيين ولم يكن هجوما أمريكي أضاف موقع يمن فيوتشر أن التحالف الأمريكي البريطاني لم يعلق بشأن الواقعة المروعة حتى كتابة الخبر استبقى الحوثيون لاحتفالات المتوقعة في الذكرى السنوية في الذكرى السنوية لثورة السادس والعشرين من سبتمبر بحملة اعتقالات شملت عشرات النشطاء من محافظة إب نقلت الشرق الأوسط عن مصادر محلية وناشطين في المحافظة التي ينتمي إليها علي عبد المغني والذي يعد أهم قادة الثورة التي أطاحت نظام حكم الإمامة في 1962 أن الحوثيين أمروا جميع السكان بالمشاركة في احتفالات طائفية تنظمها الجماعة الأسبوع الحالي ومع هذه الأوامر الحوثية أفدت المصادر بأن نشطاء وشبان أعلنوا بصراحة رفضهم المشاركة في احتفالات الجماعة ودعوا للاحتفال بالذكرى السنوية لثورة السادس والعشرين من سبتمبر بحسب المصادر شن فرع جهاز الأمن والمخابرات الحوثي حملت اعتقالات طالت العشرات من المناهضين لحكمهم وفي مقدمتهم الناشط محمد الكثيري بحسب المصادر أيضا فقد أودع المعتقلون سجن الأمن والمخابرات ومونعوا من التواصل مع أسرهم في حين تم نقل بعضهم إلى صنعاء وسط مخاوفة من تعرضهم للتعذيب بمناسبة مجيء شهر سبتمبر وهو الشهر الذي تحققت فيه الثورة ضد حكم الإمامة في اليمن عام 1962 كتب زكريا الكمالي على صفحته في فيسبوك مقالا يدعو اليمنيين لمواجهة المشروع الحوثي متابعوا بعض ما جاء في المقال تتعظم قيمة ثورة السادس والعشرين من سبتمبر لدى اليمنيين عاما بعد آخر لكن المظاهر الاحتفالية الموسمية غير كافية لردع الإمامة الجديدة التي تطل برأسها بشكل سافر صحيح أن الزخم السبتمبرية المبكر والعفوي يبعث على الإطمئنة إلا أن حجم الخطر الذي يتربص بأهداف ومكاسب الثورة أكبر مما يتصور البعض هناك مؤامرة كبرى تستدعي صحوة شعبية في وجه تغول الإمامة الجديدة على مدار العام وعدم الاكتفاء بتغيير إطارات الصور الشخصية في منصات التواصل الاجتماعي بشعارات الثورة أو ترديد الأناشيد الوطنية عبر مكبرات الصوت في باحات المدارس خلال شهر الثورة فقط الإمامة أصبحت تجاهر بمشروعها السام دون خجل وكما تجرأت قبل عام على تعديل الهدف الأول من أهداف الثورة في منهج التربية الوطنية تعمل جاهدة على التمسي باقي الأهداف بشكل لم يعد يخفى على أحد كل عنوين عصر الإمامة البائدة من فقر وجهل ومرض وتمييز طبقي وغياب مواطنة استحضرها الحوثي من جديد بعد أكثر من ستة عقود على زوالها وأضاف عليها الكثير من الطقوس والمناسبات الطائفية المستوردة السموم التي تبثها الإمامة الجديدة يجب أن تكون جرس إنذار لكل اليمنيين على السواء المتماهون مع الحوثي في مناطق الانقلاب أنتم مجرد أرقام لتمرير المشروع الطائفي الرجعي ومهما حاولتم تقديم طقوس الولاء فإن ذلك لن يشفع لكم ما دمتم من خارج السلالة حان الوقت لنهج جديد يتعضد فيه الجميع لحماية مكاسب ثورة السادس والأشرين من سبتمبر المهددة بالانهيار وقبل التفكير في تحصين المناطق المحررة يجب الالتفاة أولا لمعاناة الناس في المناطق المغتصبة بالقوة وعدم تركهم فريسة وحقول تجارب لمشروع رجعي سيدهس الجميع صور اليوم من وكالة الأناضول ونتناول الدمار الذي أحدثه الجيش الإسرائيلي بعد مجزرة مواصي خان يونس موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في جولتنا الأخيرة أبرز رسومات الكريكاتر لهذا اليوم نتابع موسيقى 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 بهذا مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من كوشك الصحافة شكرا على المتابعة وإلى اللقاء